... بدحق؟ سأقوم بحق أنا بحزرق نتحقش أرجو رفقة بالقوارير لأنني عندي مشاعر بصوا أنتم متعوذين سباح الفل أنا عايز أحكولكو أنا بدأت أمن أن بنت أختم لنفسها So I'm gonna I did it Yes Did you really go ask a guy That you wanna Get to know him for marriage Yes I did it ماشي خلاص عملتها عملتها ماشي خلاص يعني عملتها جريئة جريئة عملتها كنت صحيتها نايمة صحيح نايمة أنا نايمة أنا بقى بالموضوع ده بص يا ابني أنا وقت نتجوز إيه ما جدش كده ما حديث عنك حديث عنك أحكي لكم بس أنا عايز أوصلها عايزة ما تتحقش يا حسام ما تتحقش عايزة هفهم حاجات كويسة بس عاليني بس الموضوع محرج والله مش سهل أبدا غالص إيه دعا مش سهل أنا في رحلة التقبل الحلوة اللي أنا عايشها دي الشفافية عالية الشفافية الجوية اللي جو مشاعري بقيت علي كده شبه الأطفال تعرفين شو أقول الطفل السبان اللي بتاعتها أنا عارفة أنتم مش متخيلين أن أنا أبقى أطفال أنت بتطلعي بتمسكي في دول وعمالة كل يوم تقول لنا مخابرات وسي آي آي والبلد والشيطان والدجال وعمالة تقريبين كلنا ومشاختي يعني أنت بمهدلتي الشرق الأوسط والأدنى ويقولي لي أطفال وحب مين حب مين يا مرأة الحيزبون والله أنا مش حيزبون أنا في حياتي الشخصية مش حيزبون أنا من نعرى حيزبون خلص والله So I have this this little believe منتحكوش علي please please منتحكوش علي أوكي أنا بعرق والله أنا بأكلمكم دلوقتي بخليني هي تجربة حلوة أوكي ما تعيدش ما تعيدش يا حسين ما تعيدش هي تجربة حلوة وحشة هي حلوة وحشة يعني هي حاجات عارف لما تأكل شكولاتة حلوة بعدين طول ما يطلع وحش في الآخر فلوه موضوع غريب شوية بس هو حلو هو نبيل هو نبيل طبيل انجري موجي مم آه ماشي ماشي هقولها 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 هحكلكو على حصل أو مش هحكي على حصل هقولكو انا بأمنة بأمنة من ناحية الحب دلوقتي حظوا لي اشترى شي حر مبأ حر فجري اوكي جايز اذا هذا ما اعتقد وانا اعتقدت بأمنة انه في رحلة انا بأمنة بالحب مليون في مية وبأمنة بالرومانسية والغرام والحاجة اللي فيها التهاب المشاعر دي وشعرينة القلب والقلب دوس يعني خش معي في رحلة حب من هنا للكوكو اللي هو ايه القصص والحب اللي هتغير الكون وهتغير مجرة القول الأرضية انا بأمن بدي فأنا وعي لان عندنا بدنا قصة سيدنا محمد مع ستنا خديجة ام الانبياء ام المؤمنات ام المؤمنات هي اللي راح اتخطبته رايت مش هو جاهد كان هو تاجر عندها صح كان تاجر اثنك انا معرفش حدوطها كانت عاملة بالضبط بس هي سمعت عنه ان هو صادق هو امين وعنده اخلاقه طيبة يعني حسن الاخلاق وحسن قبول فيه فيه اعجبت بيه سمعت عنه حاجات حلوة فأعجبت بالرجل فراحت بعطت له الجارية بتاعتها ولا الجاري بتاعها ولا معرفش الخدام بتاعها وعطت له مرسال يا حلو يا لبس التوب انا بدي التوب على ايدك الموضوع بسيط يعني حرفيا حصلت عندنا في دنا انه امهات المؤمنات هم اللي ابروشت الراجل للزواج كانت اكبر منه 15 سنة كمان هو انا هو انا حتما 34 وواضح كده من اللي انا بمر بيه مؤخرا انه انا بميل للناس اللي اصغر مني في السن تفهمش ليه جوه الامومة عندي باقيين راح كده تعالا اخذك بحطني اتبناك انا انا لا طب طب تعالا بس فيه طب طب انت في شغل ده غرب صحيح حيب حيب يا رب ما اشوف الفيديو ده يا رب ما افضل يا رب ما افضل it's so embarrassing الهدف من الفيديو انه it's fine لما البنت تكون عارفة هي عايز ايبزب بوجول لبناء لبناء كان لازم اتصل بيك قبل ما عمل اللي انا عملتوا في نفسي ده او قطيها لي قلت لك ما عرفش مش فاكرة وانا قلت لك او قلت لك او قلت لها قلت لها المهم so i believe انه it's completely okay لما المرأة او البنت خاصة يعني انا بكرم بقد والله وصفت في القرآن النساء اللي هم في الغربة يعني واحدة في غربة وعايز حفظ على دينها وعلى نفسها وكلام ده كله وصلت لسانة معين وعندها awareness of what she thinks she needs عارفة هي عايزة ايه من الراجل وعارفة عايزة ايه من حياتها وعارفة عايزة ايه من دينها فانا عبقيت very 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 picky عارفة بالضبط انا عايزة ايه في الراجل اللي انا هرتبط به اللي انا هتجوزه ان شاء الله تمام so لما خطبت النفسي كنت بتعرف بحد طبعا انتوا في مصر دايمر من المانيين نتعرف منلف وندور لو هي ابنى للناس اللي لا يكلمك انت عارفنا بكلمك ليه لا والله ما عم عارفش انت عارفين الرجال مخاطخين فوالله بجد ما بيش هيفهمه يعني فيه ناس بتبقى لازم تغري والله انا بكلمك عشان كذا 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 وعايزة تجوز بس هو ما فيش نصيب بس the point is كان شعور leaving away من ناحيتي ان انا انا اللي رفت تتكلم مع حد انا اللي اخترت حد بناء عن حاجات معينة كده بدور عليها هو ارتياح معينة مرت بي عادة الوشوشة عندي مهمة جدا لانه انا كل متى الواحد بيرتقي شوية بدينه وإيمانه ده كويس ده مريح ده مش مريح فيه وشوش بشوفها بقول الله هو اكبر ما شاء الله انا بتدعي للشخص جدا وفيه وشوش تقول لي استغفر العظيم يعوز بلا مشتراجي وفيه وشوش المكر ده وفيه وشوش انه انا مش هادر بشوف تاني so I've been successful في حياتي المهنية وحياتي العاطفية وحياتي الشخصية كنت ناجحة جدا في ان انا اميز الوشوش اللي بتبقى قدام حياتي تمام فانا احنا بنبحث احنا دلوقتي بنخبط باب بنبحث انا هنعرف ازاي يعني ايه خطوبة ما برضو فكرة خطوبة دي مش معناها انتو في مصر انا اسفل بتخطبوا بعض ما تتهروا بعض وحبوا غرام انا عايزة اخطب اول ما حس ان ده شخص مناسب مش عايزة ضيع مشاعري فيك وانا لسه مش على حاجة واضحة وصريحة عشان خاطر لو مش انت have a nice life ربنا وفقك في الحياة الحلوة مش انت يبقى مش انت يبقى know her feelings ساعات هالواحد هو ماشي يعني الشخص بقى تنعى يطلع مثلا يا متجوز يا مرتبط يا بتنايبين ايه او يعني او يعني فهم اللي هو مرتاخد فهم مرتاخد ممتاخدين كده بس ما بيبينوش ساعات مبقاش في دبل مبقاش في حاجة الواحد مبقاش عارف so في فيسبوك لما عمل يقال ان فيسبوك عمل كلمة single دي معناها ان انا ما بتكلمش ستات خالص ما فيش عنصر نسائي فانا مخي الامريكي بيبقى فاكر الموضوع ده وده اللطيف ان الواحد يكون عارف بدلا ما انت تبقي في الجامعة ومعجبة بحد دمالحد ده ممكن يكون بيحب واحدة هنعرف من ازاي ان هو بيحب واحدة انت ممكن تعالي شهر تعجب بي وشهر تحاولي تكلمي وشهر كلمتي وبقيتو صحاب حلوين وشهر بقيتو اقرب قعدتو اربع خمس شهور بتحاولي بس توصلي للشخص اللي انت وقتاريه بيحب واحدة تانية فالالربع شهور ده كان استثمر منك ومن مشاعرك ومن مجهودك ومن عضلاتك ومن فكرك ومن وقتك ومن كل حاجة فانت من اول يوم لازم تكوني عارفة تخشي دغري ازاي لو الراجل لسه ما عندوش الفنون بتاعت الدغري او لو انت اللي عايزة اصلا يعني فاهم عشان كده انا وصل مرحلة اللي هو لأ انا عايزة الله ده حلو اسأل لي عليه حصلت قبل كده ومحصلش نصيب برضو كان فيه حد محترم جدا كلهم بيحترمي اللي انا بيوجب بيهم الحمد لله ممكن تسألني على الشخص ده وانه بيشوفه بيشتغل ايه وللوطن ولا لأ بيصلي بيعرف ربنا يعني طمان اللي اللقطة وشوف ميتجوز ولا لأ وبيحب ولا لأ هل فيه ايه عناصر النسائية في حياته هل فيه واحدة بترقبه من بعيد وهتهجئ يعني ما فيش اي حاجة طب انا عايزة اتعرض قل له عشان برضو يبقى اول لا لا ما ممكن يكون مش طايق امي من فيديوهاتي حصلت قبل كده بالفعل وكانت كانت لقلة جميلة وفيها حاجات حلوة تعلمتها وبقى صديق عزيز ما حصلش نصيب بقى صديق عزيز فانا دلوقتي بقى بس انا دلوقتي قبل كده طولنا طولنا لانه كنت ساعتها انا موجودة بقى قدام وش بني آدم مش من بعيد لبعيد لما كنت موجودة قدام وش بني آدم بيبقى العملية مختلفة فهو اللي هو التعارف بقى التعارف او الخطوبة او كده ده المعنى الحقيقي بالنسبة للخطوبة انت عايز شايف حد كويس اوه شايف حد كويس قبل بقى ما تحبوا بعض وتكلموا بعض وتصحوا وتستنوا مسجات بعض وده يتقل وده يتقل وده يزعل وده ما يزعلش وده يتداي وده يحبط قبل الحوارات الكتير قوي دي just go straight forward هي شبه الصالون بس مختلفة يعني الصالون مثل هي مثلا مامتك جايبالك صاحبتها واخد بالك صاحبت مامتك جايبالك واحد وجاي يعد ويتكلم ماشي ممكن الناس تعمل بطريقة دي عشان تتجنب استهلاك المشاعر واستهلاك الاعجاب واستهلاك الكلام ده كله لانا تتجنب كل ده والله العظيم يا جماعة احنا منضيع استهلاك ومنضيع كهرباء ولهاش اي 30 لازمة لما نقعد نقعد بحبه في صمت معجابيه في صمت ما هو كل يوم على التالي انا بس في القصة الحدودة بتاعتي نبي قال له الوش الحلو ده الله أكبر ما شاء الله قرآن دين طبعا عايز اتعرف بي تقاحل زي يا كامل اقول هلف وادور بقى لسه هخش وقعه وقوله بقى ايه والدين بيقولي والسياسة بتقولي ولست هنقعد اشتغله في الازرق فانجز بص انا بتكلمك عشان انا عايز اتجوز وحسيت ان انت شخصية والله لأ انا مرتبة اعرف بنا وفقك عشان انا ممكن بيني وبين نفسي كأنسة قاعد ابص احلم احلم مش بقلة قدب احلم بحب انا بكلم جد استنى اعيش جوة رومانسية هيكلمني مش هيكلمني هيكلمني مش هيكلمني ما اجببية مش ما اجببية ما اجببية مش ما اجببية انا حلوة ولا انا مش وحشة انا بقولك انا زيكو اكتر ده انا ادفع من التفاة في الحب والحاجات دي انا حريس سويد احيدة انا صعبة جدا ده انا ممكن انها بصي اشيل الكرة الارضية دي كلها وحطها في كوكب الشمس وابدلهم مع بعض يا امي يا امي ده الرومانسية جوانا ورب العرش من الجانة يا امي ده انا جايباله الخاتم اولا مش هو شخص يعني مش الشخص ده على المرادي مش الفهمة مش العنصر بتاع المرادي لا يعني في المطلق في المطلق انا عندي شغف رومانسي كده هو نص التاني موجود برضو مش على العريس على نص التاني صح اكيد ربنا خلقه هو فين هو ضايع في حتة هو تايه هو بياخد لفة في حتة هو مشغول في حتة هو بيطلع بترم الارض هو بيحرر سينة ولا بيحرر معرفش مين اللي بحتاجة تتحرر هو مشغول هو في حتة هو يعني بيستطى سمك بيجري وراء ضغوية هو تايه انا فهمة انا فهمت سنة الحياة هو بيلف انا بقى لقى انا الحواء انا اللي عندي الرحم انا اللي عايزة اجيب من مريم ومحمد تمام وانا اللي هحتوي وانا اللي هطبطب وانا اللي هقرأ قرآن بالليل والصبح وانا اللي هزق واخليه رئيس الجمهورية نفسه في نفسه فيبقى انا بقى اللي اعرف انا عايزة ايه يبقى اول حاجة تعمليها كبنت تعمليها تتعرفي على نفسك انت عايزة ايه والله انا عايزة راجل يكملي ديني فعلا انا عارفت ديني وبدأت السكة الحلوة ومش عايزة حد ايه يبعدني عنها يعني بالليل بحب اعمل قيام ليل وحب اصلي ما يقوليش بقى بالليل نروح نرقص ونغني ونشرب مش هيمشي انا بكنا بجد انا دلوقتي بيني وبين نفسي عايزة خلف مريم محمد ويكونوا هم دور من الناس اللي هتحارب في الاخر وهتنصر الاسلام انا دلوقتي بحب اذاكر في ديني وحب اذاكر في العلم وكذا ووصل رسالة حلوة للناس واذر فهو بقى هنتفق بعدين عايزني اوصل رسالة دي خلال الفيديوهات او خلال الكتاب او خلال العيال او خلالك او بلاش خالص انا قدمت خلاص يعني فهم نجس انا عارفة انا عايزة ايه بالزبط عايزة عايش في مصر ومش عايزة العنصر ده يطلع ببرا مصر يعني اللي هو ايه عايزة اللي هو ممنوع يطلع لو طلع بره مصر يتقيدل مثلا يعني انا مش عايزة عايش بره انا عايزة عايش في مصر عايزة أولادي مصريين 100% تمام اللي هو الدين اللي هو اهم حاجة الدين قراتك القرآن عملة ازاي اتلوتك عملة ازاي هتقوم بيه في الصلاة هتقوم تصلي بيه لما تجنن هتلميني انا عارفة عايزة ايه وعارفة ريحة اللي أنا عايزة انا عارفة الرجل ان انا عايزة ريحته عامل ايه هو ادعني ما شميتوش الحمد لله مكانش يعني الموضوع ما طولش عارفة اللي هو عشان كده اللي هو ننجز ونجيب من الاخر من اولها عشان ممكن بيني وبين نفسي واقس ومن بعيد واراكب في صمت واشيل في قلبي شوية حاجات كده وابقا عادة بتشتفى في نفسي وابقا عادة بتكلم معاكو ومخي كده وما بيضت عليه اللي ايه وانا مش هلو قللي ايه عارفة اللي هو اتجول اللي هو كلنا يعني بالذات لما المرأة تكون واثقة من نفسها جدا هتعرف توصل لهذه الجرأة لانه ساعتها ما كانتش ستانة خديجة عملت كده خرفيا يعني الرسالة لما نزدت على رسول عليه الصلاة والسلام نزدت عليه بعد ما اتجوزها في 15 سنة كان اتجوزها هو عنده 25 سنة وكان يتيم واتجوزها هو 25 سنة اكيد في حكمة من ربنا والشعروي اتكلم عنها انه اولا يتزوج من سيدة اكبر منه ب15 سنة وبعديها تبقى هي الانتروبنور او هي السي او هو بيشتغل تحتها وتحتضنه عن تحتضنه وتحبه تحتضنه وتأمن به مع عجبت به اتخطبه تجوزه حب خلاص ده حب ده اسمه حب الاسلام احنا بنتجوز بالحب لازم يكون فيه حب قال فيها كلام جميل لقد رزقني الله حبها يعني ده تخيل لما سيدنا محمد حبيب الله يقول على امرأة رزقني ربنا حبها انا عايزة دي انا عايزة كده بقى انا طبعا في هذه اللقطة سيد الرئيس انا ما عنديش غير الحب ده واخدبالك سو هي ست نجحة وعارفة هي عايزة ايه والمرأة محتاجة للراجل جوه ان الست مش محتاج راجل دي مستحيل انسوها strong independent woman كانت اكتر حاجة فشلة عملناها في حياتنا لازم تبقي فيه راجل في الموضوع حتى لو انت محترمة وعفة انا زي الفل الحمد لله وبقود كمان انا شايفة نفسي حد جميل جدا وهو قيادية ومحترمة ومفيش الله اكبر ربنا كره كرهني في الفتن يعني مش اللي هو عايزة عفة نفسي لا انا عفاها قردي لكن انا عايزة اكمله بقى اكمل الدين اكمل الرسالة اكملها ازاي في اناني ازوق الرجل ده وازوق الولاد اللي هجيبهم هم الولاد الولاد هو تكمل على الارض احنا ربنا دانا الخلافة على الارض كلنا ليه عشان نعمر فيها نعمر فيها من اولادنا ومن اعمالنا تمام وانا مهما عملت انا جاي اعمل حاجة حلوة وعمل برنامج مضيف مثلا وانا الواحدي ممكن معرضة قوي ان انا اضعف اغلط اعمل كذا لكن لما يكون في زوج بالذات ان احنا كأنساء بنعمل قرارات يعني واحنا واحنا عاطفية ممكن تكون قرارات خاطئة ممكن تكون مش حمرة مش فاهمة يبقى هي يبقى فيه الرجل اللي يقول لا كده غلط كده صح يوجه يوجه فكرة انه الست دي تبقى لا ده غلط وده مش صح وده تشبه بالغرب والغرب كان قاصد ان هو لانه الغرب مش كده خلي بالك هم بس تحطوا كده في الميديا بتاعتهم كان قاصد ان هم يخلونا بالشكل ده عشان خاطر تتوه تتوه المجتمعات تتوه ف نو مش حاجة تحرق ساعتها اه في الموقف في نفسه انا كنت بعمل يعني كنت أموت كان قلبي هيقف ان انا اللي بأبروش وبعدين انا اللي اضطرت عشان تدمغك واضح ان موقفك تخين فانا لازم افاهمك بردو عشان ما تكونش زرماك لكن كان شخص قريدي مرتب انا معرفش معرفش تفاصيل يعني فهمها ما شاء الله وربنا يرزقه الخير the point is انه البني آدم يبقى عارفه وعايزها البنت عارفه انت عايزها ايه مفيش مانع ابدا ان انت تتعرفي بحد وانيش شيت ان انا بتعرف فيك عشان كذا بس تكوني بتعرفي تختاري انا الراجل ده ما احرجنيش لانه واضح ان انا برضو الحمد لله في راحلة التوبة الواحد عارف انه يميز الناس خلوقة الشب ده ما شاء الله خلوق عنده اخلاق متربي كويس محترم مقدر انه الله واحدة زي ما يتكلمني كده دي حاجة لطيفة جدا ولكن هو ما فيش نصيب انه قلبه مشغول في حتة تانية ما احرجنيش ما ليش ايه ده ما خدش الدنيا والله بصوا يا مجمعت انا ما يخرسي ايه مجمع بي يعني فاهم قصدي مش مش ولد رجل فانت في رحلة ان انت تتعرفي بنفسك ورحلة انك لو فيه حاجة سيئة بتعمليها مجرد انك غفلان عن الخالق اللي هو عنا بسميها التوبة لان احنا محتاجين نتوب نتوب على ان احنا ما منستغفرش كفاية نتوب على ان احنا مش منحبه كفاية التوبة مش مجرد على المعصية الكبيرة يعني فانت معصدي سو هتبقى عندك ثقة بنفس الجميلة وهتتجرقي وتخلصي ال proposal دي اوكي ما انا عايز اتعرف بيك عشان عايزة كزا وحسيت انه ممكن يكون كده فسألت ربي وتستخيري خلالها لأ ما فيش نصيب ففهمت ان لأ طه واحد اثنين ثلاثة اولا لا هتزعلي ولا هتحزني ممكن تزعلي ربع ساعة خسارة كان اتمنى لكن معنى ربنا بيقول الله بصي قربت حانت شوفي ان انت اختارتي حد حلو جميل اهو شوفي معاملة المحترمة عاملة ازاي اصلا شوفي كان شعور حلو انا كنت خايفة على نفسي يا جماعة انا كنت قادة عاملة زي الروبوت انا فيه ايه ايه الصحرة اللي انا فيها دي اللي عايزة تجوز وعايزة ارتبط ومش حاسة والرجالة وحشة ومفيش امل لكن على اقل الواحد ساعتها حاس الله ده فيه امل الله ده انا لسه بحس الله ده انا لسه عاملة زي كل بنت عادية جدا ممكن تصار طول الليل تفكر تخيلوا جيت جيت يا انسانة لسه على اقل ف وانه النية برضو توضيح النية لنفسك طول الوقت هل عايزة تخش تحاولي ود الحب وغرام وانتقام الحاجات الكتير دي واغراء والليلة دي ولا لأ يعني مليون في المية خالصة لله انه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام رزق رزق حب خديجة تبقى كده تبقى العلاقة الشريفة دي فمين اللي بيعمل العلاقات دي من اللي عارف من اللي قدرت يبقى عندها الجرأة والإيمان واليقين والوعي والمحبة والقلب الكبير جدا على فكرة اللي بتاعمل حاجة زي كده قلبها كبير حقيقة يعني واحدة أكيد أكيد قلبها كبير وأكيد فهم يعني تبقى أمه وتبقى فيه عطاء ونرجع للقصة النبي عليه الصلاة والسلام يعني I'm sorry بس الرسالة لما نزلت عليه بعد 15 سنة من زواجه وأول حاجة عملها بعد ما نسل عليه سيدنا كبير راح عمل إيه راح قال لها دثريني راح لها بتراش إن ده بقى الكرير بتاع عمره بقى صح أخيرا فهم أخيرا عارف ربنا خلقوا ليه وهيقوا ليه وهيقوا 15 سنة في الأول 25 سنة بين شغله وعمامه والعائلة الأخرى وبعدين 25 سنة تانية في حضن زوجته اللي هي لما قال لها ده سريني وأنا خايف وإيه اللي حصل والناس هتقول عليها مجنون أو يعني وحي مختلف حاجة راجل ما كانش عارف ربنا ربنا جير ربنا قاله أنا ربك وأنت النبي تخيل فاتخض كانت حاجة كبيرة عليه فهي اللي تبطبط أنتوا بتغنوها أنا عايزة تبطبط لا معلش أنا أسفل الكلام ده حقيقي الكلام ده هي الراجل اللي عايزة تبطبط وإحنا كمان بشكل مختلف ما هي عايزة تحمي نفسها عايزة تحب عايزة تدي الحب عطاء خلي بالك الطبيعي أن المرأة بتديك الحب عندها بتبقى أن أنا عايزة أديك أنا عايزة أحتويك أخدك فاخدني أتبطب عليك أخلي منك حد كويس أحميك الحاجات دي كلها عايزة خرجني وفسحني ده يعني صغيرين عادي يعني مش بس أنا المرأة بقى النطجة بتبقى هي اللي عايزة تحتوي كل الأمور يعني وده اللي أنا وصلها له بقى دلوقتي الحمد لله يعني ممكن هل الوش ده هو ده الوش اللي فتح قلبي ويلا ما شاء الله واستخاري واستخيري في ساعاتها هتلاقي الموضوع فيه نصيب هتكمل ما فيهش نصيب في نفس اليوم أو بعدية بيومين بحيس أنك مش هتتعبي في اللف والدوران اختصرت واجع قلب قد كده وسعيدة أصلا أني عرفت ألاقي حد محترم أصلا ما أحرجش الأنسة اللي جوية اللي خطبته اللي أنا رحت أخطب رجل تخيالي ما أحرجنيش دي حاجة عظيمة يعني بيأكد أن الواحد أجين لسه فيه رجالة محترمة الحمد لله ما شاء الله رب يهزو يا رب الخير كله بيد عنه الشر بجد يا حميع وفي نفس الوقت يعني أمل أهو مش كل الرجالة وحش نحن خدنا صورة سيعة رجال أقوى وثقة بالنفس أعلى ثقة بالنفس أعلى الحمد لله أنه أنت بقيت نضجة بجد ده أنت أم والأم مدرسة فدي حاجة جميلة ما زعلتنيش من نفسي كسبت شوية بس ما زعلتنيش من نفسي خاصة لأنه النية يا ربي أنا عايزة أكمل ديني فعلا وعايزة المساعدة لما تفرجت على فيلم كرتوني للإمام البخاري وهو بيزور أهله أو أصدقائه وكتش فاكرة تفاصيل يعني مهم جابوا له العروس قال لها هتزنومك أني هسافر وأنا ببحث في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عشان ده الرسالة اللي هو نزل لها يعني فقالت له لا ده أنا هساعدك يعني أنا هساعد معاك ورايح وجايا وبقيت الفيلم كانت يعمل سافر معايا وتساعده في جمع الأحاديث الصحيحة لنبي عليه الصلاة والسلام الجواز لما بديني الواحد يفكر في الجواز هو ده هيكمل لي ديني فعلا ولا لأ مش هجب لي وهيعمل لي وبحبه ما حبوش حب إيه ده الحب اللي إحنا بنحبه على الأرض ده جماعة أنا أسف حب امتلاك وحب أنا نية أنا نية أنا عايزة أستحوز بالعكس بالعكس ما هو يعني الناس اللي عندها الرسالة في الملأ وشغله أكيد لو أنا شغلي حد بتاع أن أنا أتكلم مع الناس وأوجه الناس وأعمل حاجة مفيدة للناس وبجزء من الناس وجر أنا بتدرسهم في مدرسة أو مجمعة أو يعني طب أو تعليم أو حاجة خلي باركم برضو يا جماعة أنا جاية من عيلة كلها في التعليم يعني جدتي موجهة في التربية جو التوجيه اللي جوه قلبي ده مش هي في الدم جديتي اللي رحمها موجهة في التربية وتعليم والدتي مهندسة بس اشتغلت كمدرسة وباحثة والدي كبيدي برضو دكتور بس كبيدي يعني كل واحد عندنا في العيلة عنده شغف إن هو يكون يعني من الناس اللي بتعلم حاجة وبتتعلم حاجة فدي فأكيد هيبقى الشخص برضو في نفس هذه اللقطة الحد اللي بيعمل اللي هو إيه خادم القوم سيدهم حد بيخدم الأرض الوطن البلد الناس الكلام ده كله مش اللي هو فنان تشكيل لأ أنا مش اللي التقدير للفنان التشكيل لأ بتكلم على الراجل اللي أنا بتخيله بقى اللي هو زي النبي عليه الصلاة والسلام إنه عايز يمشي على الأرض يعمل الخير كل حاجة بيعملها في شغل وبره شغل وفي الكلمة في الابتسامة في المعاملة فيه 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 ده لنا عايزان فعشان أعرف أوصل لكده لازم اشتغل على مية وصلح من مية وما فيش أبدا أي مشكلة إنك لو حاجة دقت هنا ولا دقت هنا لأني ديف إيد الخالق عشان كده بقول لكم علاقوا أقلوبكم بالخالق ما هو الإعجاب بندق يومين ثلاثة فيها دق هي بقى بتاعت الخالق فأنا مش عايزة شارك الخالق في أي محبوب على الأرض فافتح لي اللي ما انت شاء وقفله اللي انتجاه ما انت شاء ووجهني أعمل إيه صح عشان ما بقاش تعبانة في البحث ومش عيب إنه انت بتقولوا لي مش عيب إنه أنا وانا في راحلة حياتي أنا ما شغلة زي الفل ومشي لقيت حد جميل وش هو ده الوش اللي أنا عايزاه هو ده الأخلال اللي أنا عايزاه أتعرف أكتر عشان يمكن هو يمكن مش هو لأ مفيش نصيب أصلا طب حلو جدا عشان من أولها كده يبقى مش ده اللي بعده اللي هو والله اللي بعده لكن لما هتقعدي استثمري وقته مجهود كتير اللي بعده دي هتبقى صعب برضه ما أنت بتقول ليش أن أنت معجبة بواحد شهرين ثلاثة وعادي بكرة واحد تاني دي حاجة مقرفة قوي مش هتحسن يعني أنا هنفكر للواحد بيبقى ده وقت عبال بقى مخلص الإعجاب اللي أنا كنت معجبة بيه يعني هل يصد فيها كم شهر كم شهر عبال يعني يعني الإنسان لازم يكون نقي مية في المية ما فيهوش أي حد حواليه ولا بيفكر فيه ولا البنت بالذات ولا كوني بيفكري في حد ولا معجبة بحد ولا أي حاجة عشان تعرفي تعاملي مع حد جديد يعني لو دي وقت حالا واحد مختلف خالص جي كلمني مش هيعرف لأنه لسه مية في المية لازم مخي كون شايل للشخص ده عشان تبقى أنت مستلم عقل وقلب فضيين مية في المية من البشر هم فيهم الله فقط واخدبالك فأنا ببعرفة الوقت ده إمتى التوقيت ده إمتى نفس الشيء للمرأة المطلقة ليه يا ربنا بيدي المطلقة فترة إنه يعني شور عدة الأسباب مختلفة كتيرة منها الأسباب النفسية إنه عشان ما تبقيش in rebound zone إنه أنت خلصت طب يلا بكرة هروح كذا فأمريكا يقولك أحسن حاجة بعد إن أنت تطلق أو تسيب حد أو كده make up sex على طول تروح تنم مع واحد ده غلط في مصر يقولك ما يعود الحب إيه؟ ما يبدل الحب إلا الحب ده غلط أنت تحبي حد وتاني يوم سابق ولا ما فيش نصيب تاني يوم تروح تحبي واحد ده غلط تحبيه إيه؟ أنت كابت تستخدميه وكابت تتحكي على نفسك وتتحكي عليه فوارد جدا تقولي إتي مش مدركة أنك بتتحكي على نفسك وعليه لكن لا so again the steps guys أنا actually have the ring do you want to see the ring هل تشوفوا الخاتم تعجوزي ولا بلاش ألا جابها من زمان قوي ألا جابها من مش فاكر فول عشر سنين أنا جابها من زمان بلاش هوري فول لا يتنزر يتنزر أنا جابها له خاتم الله لا مش أنا اللي هنزع ركبي ده نستحبل أنا هفضل ملكة على وضعي زي ما أنا هو عشان يبقى ملك هو الوقتي أمير عشان يترقى ويبقى ملك لازم يتعامل معي كملكة صباح الفول واخد بالك فلو رجعنا لدنة أولا هنشوف العلاقة الرماسية الحلوة النبي يقول لك رزقني الله حبها ويعيد في حضنها ودثريني وهي تقول له لأ أنا وثقة فيك أنت صادق وأمين يبقى فعلا قدام قلت إنه ده وحي من السماء يبقى فعلا وحي من السماء وتشجعه في رحلته الرحلة وكلنا عارفين إن خديجة كانت مقاربة لي أكتر هاد الرحلة اللي مفيش إنسان في الدنيا في الكوكب عارف يستحمل ولا هيعرف يستحمل مشقتها زي النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده لما ماتت كان عام الحزن يعني عام بحره من الحزن اتخيل ما كان ربنا ممكن ينزل الوحي وهو مش متجوز صح؟ واخد بالك ولا وهو يعني فلأ قداله حد أكبر منه تحتوي يتين تحتوي وفي نفس الوقت تساعده في الرحلة دي لأنه أهم حاجة في الرحلة اللي هي الدعوة الدينية الثبات في القلب هو الروح ملكها ربنا له في إيد الله ويقلبها كما يشاء صح؟ الروح من عند الله مش هنقدر نعرف حاجات كتير عنها غير إن هي من عند الله فهي نقية أدمية من عند الله فالقلوب بقى أدمية متوجهة أنا مش هتجوز ربنا أنا مش هنوصل للرهبانية نقولك أنا رهبتي نفسي لله واتجوزه ده مش طبيعي ربنا خلقنا بشر واتجوزه فهو حط حب لسيدنا محمد في خديجة حطها أنا جايب خديجة متجاهزها لك هي اللي هتحبك وهتحتويك وهتساعدك في الرحلة اللي أنت رحلة تعالي 15 سنة ادعيميه بقى كده عشان تبقى تلحمه وتبقى واحد تبقى هو ده النصك التاني والروح وبعدين نساعده في الرحلة So ما نقدرش نقول إن الدين الإسلامي اتنشر من غير حب امرأة صح؟ صح؟ عشان اللي فاكرين إن الدين الدين عنيف ومفوش حب بالعكس هو اتنشر بالحب وابتدى بالحب واتنشر بالحب ومكمل بالحب كل من قهرنا على ديننا إنه عنيف إنه فيه حاجات سيئة إنه ظالم إنه فيه أي بالعكس هو المعنى الحقيقي للرحمة والحب ف يعرفي هدفك حييتعلمي نفسك قربي من ربك دي أهم حاجة لازم تعرفي من ربك دي كان فيه واحدة مقتلقة بتكلم معاها في نفس رحلة بسعلى أكتر مني بقى في نفس رحلة التوبة والقرب من الرحمن ورحلة الأمتع رحلة في الدنيا أنت كل يوم وكل اللحظة وكل دقيقة بتعمليها في حياتك بتتخيالي هما السحابة بيعملوا وعملوها إزاي والنبي عملها إزاي تتخيالي جمال الرحمن معاك في كل حتة في كل وقت وكل حركة بتعمليها بنت دي أخلاقها عصبية جدا كده بس لما بتبقى متعصبة في موقف ممكن بساعاتها تغير رأيها خلاصنا أنا أسفل نحن نعمل كذا من التقرر فبدأي لها بقولها يا رب تلاقي عشان يعوضها الحب الحقيقي بقى وتتجوزي تاني لأنه أنا مش متجوزة فما عنديش معرفش يعني إيه أنا نصحة من النوم ألاقي راجل هي يعني متعودة تصحى من النوم تلاقي راجل فأكيد هي وجعها أنا معرفش أنا مش موجوعة يعني مش مجربة فمش بالعكس ده أنا هتخض يعني أنا باخد ده بدون في حضن سباح الفل فإيه يعني كان فيه زوج في حياتها فأكيد هي هتكون موجوعة كأنسة كمان أكتر مني فبدأي لها قوي فبتقولي أنا خايفة شوف بقى جمال الحب ما شاء الله الله هو أكبر جمال الحبها ربها بتقولي أنا خايفة اتجوز واحد يبعدني عن ربنا مش يبعدني عن ربنا أن أنا أعمل حاجة حرام يبعدني عن ربنا أن أنا يحرمني من الوقت اللي أنا باعد أصلي فيه ودعي وادرس ديني واحفظ ديني واحفظ قرآني وافهمه أنا خايفة فأكتر ما هو أنت عشان كده لازم وانت بتدوري على الراجل الصحيح اللي هتدي له قلبك عشان قلبك ده ملك الله لما تقولي له لما وكلته لك مش هيسيبك تدي قلبك للراجل غلط وانت بتدوري على الراجل الصحيح في فترة الخطوبة المحترمة اللي في النور تمام لازم تعرفي هل هو ده الراجل اللي هيساعدك تكملي سرتك أو مش سرتك ما سرتك في ان انت تعرفي ربك ولا لأ هل هو ده الراجل للساعة 2 بالليل للساعة 2 بالليل هيقولي إيه أنا عندي 2 بالليل دي بكبيرة قوي دي انه مع بعض في البيت بقول فبحب يا في الويك أند هنخرج نشرب عايزة نخرج نشرب نصهر ونقضيها أنا مش عايزة كده والله ما عايزة يعني ممكن مرة في الشهر نشوف صحابك وده بقى الساعة محترمة فيها ذكر برضو إيه لحد ما لأننا لو تكلمت هذكر ربنا طول الوقت أو نبقى تنين في البيتنا انت عايزة تروح تحشش وتشيش مع صحابك وتلعب أمر أنا مش عايزك أنا مش هحبك أصلا مش هوجب الراجل من هو ده أنا نقعد بالليل هتذكر لي بقى ديني هتتكتحد معايا وتذكره بحب وإنت مبسوط واتطبقه ده أنا اللي هختبره يعني مش مفروض الراجل يختبر بنته أخلاقه وده صحيح أعمله اللي تعمله بس بالطريقة المحترمة عشان ما تكرهوش البنات انت لأ الخطوبة يعني أنا هشوف هو ده هختبر الأخلاق هل هو شغله فعلا شريف 100% لله هل هو معاملاته مع الناس عاملة إزاي مع الفقير عاملة إزاي مع الضعيف عامل إزاي مع المظنوم عامل إزاي هل بيحكم على البشر هل هل الخطوبة اختبار كبير جدا 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 للأخلاق مش ورده غرام حب وغرام ده أنا أسفة بعد الزواج اللي فاكر ان هو بيحبه غرام قبل الجواز منين خد تدثريني إزاي قبل الجواز إزاي عرفت ان ده حب هي عجبت بالنبي عليه الصلاة والسلام الحب بعد ما اللقاء اللي هو المودة والرحمة حصلت وبقوا روح واحدة الروحين تقابلوا في علم الكبالة والحاجات المحرفة اللي هم بيعملوها لنا عشان يسحرون قالك جنسيا في اللقاء الحميم الروح فيه روح لو عشرت حد جنسيا روحه مش نقية وقلبه مش نقي هيأسرع روحك ما بالك بقى ان انت كاتب كتاب وربنا شاهد عليه وملايكته وربك كرمك كرمك وفي وقت اللقاء الحميم انت بتاخذ عليه سواب خلي بالك هو عايزنا نحب يا فك وما نخلقنا ليه كده ليه خلقنا بنشعر ومنحب ونحس وما شعرنا وشنا بيحمر وقلبنا بيتاك تك الحاجات دي كلها عشان نكون مسرفين زي القوم يعني اللي موضوب عليهم نكون مسرفين ونبقى ايه بحبك واستنكو وبهواكو مش بهواكو نغيز بعض ونحط بعض وحط النهاردة بوستو وبكرة تقال عليه والنهاردة هسيبه والنهاردة انا هروح اغزها لا ده لعب عيال يا باب ده لعب عيال اللي انتوا بتعملوه ده والله لعب عيال ده مش صح ده مش صح اسيبك النهاردة وبكرة اكلمك وبكرة اتقاله وانت عملت بوك هنا وانت اتكلمت دي مع هنا بس انا بسأل وما استقلتش وبعدين ارميها ارميها في اغنية في الفيسبوك وارميها لأ دغري دغري كله في الدغري اقدر مقدرش طب ايه ده ده مش مقدره قوي بس ادم فيه كل البنات بتحب وكل البنات عايزينه يبقى انا قولة بيه انا عايزه طب انا مش حبه قوي ليه اللف والدران ليه بتعملوه مع بعض كده واخدبالك مش هو ده اللي انت عايزها بس الناس كلها بتقول عليه واو مي خرسيتي الناس تقول عليها واو بس مش هي دي اللي انا عايزة طب وليه ما تسيبها بحال ليه تحكوا على بعض ليه او استخصار بنحب بعض استخصار مثلا او انا عايزة ايه اهتم بي انا بس عشان خاطر كده او ان انا هنشتغل بعض اتقالي بقى الرجل بقى تتقالي عليها وتعبروش طب ليه انا ما عام بقى جو اتقالي وما اتعبريش وجو الو يعني جو التمسي ما بعرفش فيه ما بعرفش ايه الكلام ده ايه الكلام ده الطفل الصغير دلوقتي سؤال الفطرة الواحد عش كده ارجعي للفطرة وحبي الرجل او عجبي بالراجل تقدم شوفي الرجل اللي عنده الفطرة النقية الفطرة النقية الطفل الصغير دلوقتي انتي رايحك الطفل اللي شافك حبك وعايز يجري لعب معاك هيفكر بينه ومبين نفسه وانا لو جريت وقلت له لا رأبوا العيال في البلاي جراوند هاي لتس بلاي تعالي لعب مع بعض او انتي دخل عليه بشوكولاتة فهيجي ياخدك بالحضن فيه فطرة النقية مش اللي هو والله انا عايزة بقال له حاجة ولا عايزة اقول له حاجة ولا عايزة بصله شواء ولا اي ان كان مشاعر الحلوة لأ عشان ولأ وهنروح وهنلف وهندور هل الطفل بيعمل كده عشان وهو بيتعرف على الاطفال مفيش الكلام ده خالص مفيش الوفات دي انتوا 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 اشكافة لا عشكافة ما يعرف يوصل لنشوة معينة وسكينة وتعلق غريب وشديد زي البنت اللي قالت لدي انا وهي شبه بعد اكش هي اختي بس معني بتقول لي انا مش عايزة حد يبعدني عنه انا عايزة ربنا معي طول الوقت انا عايزة الكتاب ده في حضني انا خلاص انا في الحدة دي فانا خايفة احب راجل يقول لي لا يعني استغفر الله يغير ان انا طول الوقت مثلا عايزة تفهمي دينك طيب متعودي معي وهي برضو ما تتطرفش او اللي هو يعني بلاها القرآن لليومين دول خلينا يعني يعني يعيش ما هو ما هو السفر والفسح والحاجات دي كلها المفروض كل حاجة نعملها بتقربنا من ربنا اكتر حتى في السفرية انا خارج من سفر انا امراتي والله انا سفر انا امراتي منشوف جزر مختلفة الله الجزر دي اللي لقينا فيها قصار القصار دي اتكلمت عن قوم عاد وقوم عاد ربنا عمل فيهم ايه فيها تخيل بقى انت بتتفسح رايحة ايطاليا ايطاليا دي كمية ايات في ربنا رايحة البحر الميت يا لهوي ايات ايات في كل حد تترايحة بزيز في الشوكة الاوسط ايات انا رايحة انا وجوزي بقى رأس شطنه بقى وراحين سينة الله الله يا حبيبي خش لي بقى جبل موسى ولا جبل تور وقول لي بقى النبي حصل ايه ونتبسط بردو ونسمع الاغنية ونهزر ونرقص ونلعب ونتبسط انا عادي بس فيه ربنا في الرحلة اللي احنا حوالينها رايحين نزور حد من صحابه ولا من اهله ولا زيارة مريض ولا ورابر رايحين نشوف شغل رايحين نستثمر حاجة رايحين نقابل فلان باشا رايحين ورابر ريز ورابر ريز جز كل حركة لما احنا الاثنين ونكون على نفس الهدف الروحاني ونفس المستوى الإيمان so I am happy التجربة دي حلو التجربة دي حلو عايزة قبل ما أفل الفيديو عايزة أقول لحضراتكم على أهم أربعة وثلاثين أنا أسفل أهم اتنين واربعين ثانية سمعتهم في حياتي وكان نفسي الشعب كله يعني يفهمها بالشكل ده اتفضلوا اسمعوا معي وحملها الإنسان هناك حمل معنىها إيه وحملها الإنسان هناك حمل معنىها إيه ومسأل الحماري يحملوا أصفر مسأل الذين حملوا الدورات ثم لم يحملوها كيف حملوها ولم يحملوها قال لك حملوها كمان حفظوا إنما ما حملوهاش كتطبيق فكأنهم زي الحمار يقولوا إحنا بنزم الحمار دلوقتي لا وهو ده برضو الغلط منقول مثل الحمار والحمار يبقى غابي أبدا الحمار مش غابي الحمار مش شغلته إنه يفهم شغلته إنه يحمل بس فأنت لما تحمل ولا تعملش تيبقى يبقى نشرتها البنوت وعنشرها تاني كماثة للحمار ربنا ضرب مثل بالناس القوم اللي نزل عليهم التوراة إنه هم بيستخدموا التوراة كماثة للحمار بيشيل أثقالة فقط مش معنى إنه هم أغبية الحمار مش غابي ربنا ما بيخرقش مخلوق غابي الحمار ربنا خلقوا عشان يشيل حمل تباعة بيشيل هم شيلوا التوراة نسكوها شايلينها شايلين كتب قد كده لكن وحفظوها عاد يعملوا كده كتير يحفظوا وخلاص لكن لا فهموها ولا تبقوها فما الفايدة وإحنا guilty لدي احفظ صم احفظ صم احفظ صم روح وحفظ صم روح وحفظ صم روح وحفظ صم فأنا بحفظ مش بطبق حافظ مش فاهم من غير ما نجرح بعض بكلمة حافظ مش فاهم انت حمار الحمار احنا طول عمرنا منشتم بعض انت حمار والقرآن الكريم ربنا استخدم الحمار كمثل مش كأنه مخلوق غبي لا كأنه مخلوق مخلوق فقط إنه هو يشيل أثقال يشيل حمل الحمار خدمنا كلنا في الزراعة خدمنا في حياتنا خدمنا في المواصلات هو شغلانة الحمار إنه يشيل يشيل فقط ما يفكرش شغلانة ويسافر ويحكي شاف إيه شغلالة الإنسان إنه يفهم عشان كده ربنا خلقنا بعقول الكتب الكريمة الكتب المقدسة المفروض منها إنه نفهمها ما نشلهاش بس ما نحطش مكتبة مليانة كتب وحطنها ما نخدش شهادات وما نستخدمهاش ولا حتى شهادات في الفقه والتلاوة ما نحفصي وما نطبقش أو ما نفهمش سامحيني أنت صوت الجميل في التلاوة القرآن الكريم وحفظاه وصوتك عبقاري وعبقاري لأنك تهتي عشان تلاقي أحبالك الصوتية الصحيحة ليه في التلاوة وبتعلميني إزاي القرآن الكريم بصوت صحيح وتلاوة صحيح وتجويد صحيح وهتاخذي أجر أنا بغير منك من الأجر ده يعني غير الإسلامية الحلوة دي لكن وأنا بقرأ القرآن الكريم أنا حابة أفهم إيه اللي حصل في القصة دي ما عرفش طيب هتعرفي إمتى فلازم هي كانت رسالتها أو شغلها أن هي تعلمني أقرأ إزاي وأقرأ إزاي بتجويد وأقرأ إزاي بتلاوة صحيحة وأنا بقى يمكن شغلي أنه وأنا بقرأ أبحث عشان أخذ المعلومة المعينة زي المعلومة دي بالزبط المعلومة دي أنا عرفتها إزاي يا جماعة كلمة حفظ مش فاهم مدايقاني وكلمة بس يا حمار مدايقاني ففي القرآن الكريم فيه آية بينك بيتكلم بيوصف فيها أهل الكتاب لو كمثل الحماري لسه الشعراوي قيلها يعني حرفيا لسه حالا آية اللي ربنا بيدرب فيها المثل وربنا جن ربنا بيدرب أمثال في القرآن عشان يعلمنا مثل الذين حملوا التورا ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التورا ثم لم يحملوها كمثل الحماري يحملوا أسفاراً 43 ثانية للشيخ الشعراوي بيقول إن هم شلوها ومعملوش بيها حاجة هم شلوها صحيحة بس لما يحملوها يعني ما فكروش بيها ما طبقوهاش ومش معنى إن هم ربنا شبههم بالحمار إن الحمار غبي ولا إن هم غبية لأن ربنا ما خلقش مغلوق غبي خلقة ربنا صحيحة خلق الإنسان في أحسن تقويم وخلق كل شيء بمقدار فكل حاجة ربنا خلقها صحيحة إحنا اللي بنختار بنبعملين إزاي فاستخدم المثل ده عشان يقول لنا معلومة عن خلقه في الحمار عن مخلوق إحدى مخلوقاته خلي بالكم الحمار مش كائن غبي هو كائن مخلوق فقط إنه يشيل وبيكلم الإنسان من بلو إسرائيل ساعتها بقى أو يعني اللي نزل عليهم التوراة بيتكلم دول أو بيكلم النبي وبيحكيلوا عنهم كان إنه إنه هم ما شلوا صحيح وعدوا فيه طبعا حرفوه بس شلوه وماستخدموهوش ولا فهموه إحنا بيحصل نفس الشيء عندنا في الإسلام للأسف إحنا للأسف الشديد احفظ 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 ونخلي نوكل حد تاني فهمنا ونتخاني مع بعض لو الحد التاني ده إحنا اختلفنا عليه أنا بحب اسمع للشعراوي قلت المصدر هنتخاني مع بعض عشان الشعراوي قال حاجة في نظر واحد تاني مش صحيحة أو صحيحة مش هتفرق دول كلهم عالماء اجتهدوا فيه اللي اجتهد بنية لطيفة صحيحة وفيه اللي اجتهد عشان خطر يزور وفيه اجتهد عشان خطر ياخد صيت ويبقى عنده ملكة الكلام ويبقى دي الله أعلم بالنوايا ماريش دعوة ممكن واحد نيته كانت سيئة قال حاجة معينة سمعتها أنا بسمع من الكفرة بسمع من الناس اللي بتوعبض الشيطان كلام بتخليني أفكر أروح لقرآني ودور فكلنا ممكن كل الكلام ده كله ممكن يكون بيوصلنا الحاجة معينة فاحنا نسيب كل العلماء دول ما نحكمش عليهم ناخد منهم المعلومة زي بالزبط اللقطة دي طب المثل ده أنا عايز أفهمه بقى ليه ربنا استدرب المثل كده انت بيقول لنا هو ما تبقاش زي الحمار بتشيل كتب فقط واللي بتشيل القرآن الكريم وتحفظه وصم فقط أرجوك افهم وفي الحالتين محدش غبي هو بس المطلوب اللي قادر أحلله إنه المطلوب أحفظي وخلاص ولا المطلوب افهمي وطبقي فإلا أنا واثقة فيه مليون في المية دلوقتي إنه فعلا ربنا عايزنا نفهم ونطبق خلال رحلة إن احنا نفهم هنحفظ automatically تلاقي فيه آيات حافظناها وبعدين هنرتقم في مرحلة معينة بزيطة هنحن عايزين نطبق عشان نحمي نفسنا بسرعة أخذ بالك عايزين نحمي نفسنا بسرعة عايزين نعالج نفسنا نفسيا فإحنا القرآن الكريم فيه علاج نفس كبير يعني فيه السلاح إن أنت تعالجي نفسك بيهم بقى مرة إيه أجيب لك آية تانية معناها إنه المؤمنين فيه فاربة من مستم ومؤمن وفيه درجات من الإيمان المؤمنين مش بيشوفوا إيه حزن المؤمن الحقيقي ما بيحزنش المؤمن حقيقي ما عندوش اللي هو مكتئب أو حزين أو خوف مش بيشوفوا خوف وحزن فيه فارق بين الخوف اللي هو زي مرة كزة مرة الخوف فيها حرامي طالة ههرب منه الخوف عشان أنقذ نفسي موقف ده عادي ده إنساني طبيعي أو بالفطرة ده طبيعي لكن الخوف اللي ربنا وصفه معناه إنه ما تخافوش من الزمن ما تخافوش من الأمراض ما تخافوش من المكر ما تخافوش من ديق الرزق ما تخافوش طول ما أنتو بتعملوا اللي عليكو فالمؤمن الحقيقي بيبقاش قلبه خايف أنا مش خايفة من ديق الرزق لأنه هو الرزق بتاع ربنا أدم بعمل علي خلاص متأكدة في المياه هدهولي مش خايفة من المرض بعمل علي خهدهولي واخد بقالك مش خايفة فالمؤمن الحقيقي ما بيخافش ولا بيحزن لو بيهد مكتئب أنا مكتئب أنا محبط لا ولا بيبقى في يأس لأن اليأس من الكفر سيدنا عقوب قالها لولاده تحسسه من روح يوسف بمعنى يعني والآية فيها أنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون أو الكافرين فبيقول لإخواته ما تيأسوش اليأس كفر القوم الكافرين فقط هم اللي كان بيأسو ولما بيأسو بيأسو بيعملوا حاجات وحشة من كتر يأسوهم بيحاول سيطرة على العالم من كتر خوفهم بيحاول سيطرة على العالم بيبنوا بروج مشيدة عشان يستخبوا فيها ويهجموا هم على العالم بيضربوا النار من وراء بروج مشيدة بالزرار مش فارس تفارس وجه اللي وجه ده يأكد لك أن فيه خوف فالمؤمن بيخش I think it's a beautiful session today I loved it It's fine لو هتخطبي نفسك It's fine لو الرجل بعد الشهر كنت يرسب يعني إيه أحراجك والكلام ده كله يبقى ده ولد وكويس أنه أحراجك عشان خاطر تعرفي إنه إيه ده كان ده تلعي ده مش ده الرجل الصحيح واخد بالك وعلى قلبك بالله عشان ساعتها ما تبقيش متضايقة تبقي أكشل بتتمني للشخص ده الحب والجمال والسلام والمحبة واللي هو الله ما شاء الله الرابط هانت حلو كويس فخورة بنفسي فخورة أني واضحة عارفة إيه مت نفسي إيه وعي تخلي الشيطاني يخليكي ما تعرفيش إيه مت نفسك ويقولك إيه ده أنت زي بترخصي نفسي فهتروح تكلمي تتقدمي الراجل افتكري افتكري زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وفتكري الكلمة أو جملة لقد رزقني الله حبها أحلى حاجة النبي حد فينا يحلم إنه يتجوز حد في صفة واحدة من صفة النبي أحسن رجال العالم بما فيه ما فيش راجل في الحياة كلها زي النبي عليه الصلاة والسلام صح وإيه واتكلم عن حب امرأة ونشر الإسلام بغاية دلوقتي وهو في حب امرأة فالحياة حلوة حبه حبه الحب الحلال جميل أوكي يلا سلام